هاي كيفكم؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة أعطفية لبرج الجوزة رح كيفية عن مشاعر الحبيب نوية وكيف مقؤول كل مرة رح كذلك عن مشاعرك أنت ونويةك رح أمرها بطريقة المراية كذلك رح أحكي عن العزة للناس اللي عم تنتظر قدوم شخص جديد رح نكشوف بالتاروت شو رح يطلع لكم يا برج الجوزة كذلك يعني وكيف معاودت أن القراءة تقدر أن تكون عكسية وكذلك ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع شوف أي قراءة تنطبق عليك ويعني إطرأ له اسمع له كذلك يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب قناتي برج الجوزة شهر نوفم شهر نوفم هم يطلع له حليا يا برج الجوزة كأنه عم تتعب وعم تعمل دي نسبة كبير يا برج الجوزة بس ما عم تشوف في نتيجة ما عم تشوف في مردود في نوع من الخسارة والصدمة التي تعرضت لها يا برج الجوزة عم شوف في صدمة تعرضت له وعم شوف أنه في نوع من العمل والكد بنسبة كبيرة بس ما في تحصيل بس إن شاء الله رح تنعدل الأمور لصالحك يا برج الجوزة يعني فترة رح تعدي عم شوف كذلك على أنه الحبيب يمر بنقلة نوعية بس ممكن ما تكون جيدة بالنسبة له بس هالنقلة الغير جيدة رح تحمله إلى شيء جيد عم شوف أنه كذلك هو تعرض لخسارة تعرض شيء ما حبه بس آآ هذا يعني هذا الوضع اللي يمر فيه حاليا الحبيب عم شوفه رح يجعله شخص آخر يجعله شخص رحاني أكثر يتعلم من هذا الدرس الكتير ورح يقدر النعم اللي هو فيه حاليا عم شوفك حاليا يا برج الجوزة ممكن مهتم بالأمور العائلية أكثر ممكن هات الشخص شاغل بالك بنسبة كبيرة كأنه بتحس حالك تحطمت أحلامك عم تحلم بأشيء كثيرة معه يا برج الجوزة بس عم شوفك عنه تبددت الأمور وعم شوف فيه نوع من الصدمة أنت متعرض ليا برج الجوزة ما بعرف شو فيه بس فيه نوع من الصدمة تعرض لألا فيه شيء صدمك فيه شيء غير تفكيرك فيه شيء آآ فتح عيونك أكثر للواقع كأنه كنت عم تعيش أحلام كنت عم تعيش أشيء منه واقعية وفتحت عيونك للواقع آآ حاليا أوكي كذلك عم شوف عم شوف الشريك عم عم يتذكر اللحظات الجميلة معك فيه نوع من الاشتياق فيه نوع من ال آآ فيه نوع من التذكر للحظات بينك وبينه فيه نوع من الاشتياق الكبير بالنسبة له آآ بس شوفي شوفي لانه كذلك هو بمر من من نقلة نوعية غير جيدة ممكن تهو كذلك يتعرض لصدمة هذا الانسان عم شوف حاليا أنت يعني عم تفكر بشيء من آآ آآ واخد وقت آآ عم تفكر بكتير من العشيء آآ آآ يعني واخد وقت لنفسك ممكن حاليا عم تمر بمرحلة ليست بالجيدة عم يعني عم تحدد أولوياتك وعم تفكر شو الخطوة اللي بعدها اوكي الخطوة الجاية آآ بس عم شوفك على أنه عم تشوف أنت هذا الانسان كذلك آآ مبتعد ومش عاطيك وقت ممكن مهتم بأشيء أخرى من غير الاهتمام فيك آآ 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 ممكن حتى الموضوع العملي هو آآ آآ اللي شاغلو بهذا الوقت لانه عم تشوفوا الكينغ أوف بنتيكوز وعم تشوفوا أنت بعيونك الكينغ أوف بنتيكوز يعني شخص مادية حلوي عم يشتغل على موضوع المادي وآآ شخص عنده خبرة جيدة بالموضوع المالي والمادي آآ كذلك هو عم يشوفك شخص آآ جميل إنسان طيب فيك نوع من آآ من نوع من الحسسين الكتير زائدة بيشوفك شخص آآ نوعا ما حساس كذلك بهذه الفترة عم يشوفك شخص مبتعد عم يشوفك مبتعد علي بالفترة الحالية بس عم عم شوفك كأنه الأوضاع راح تتغير لصالحكو لأنه عم تمروا بتنيني تكون بشيء من التغيير أوكي عم شوفك كذلك على أنه عم يشوفك شخص عندك طاقة وعندك باور وعم آآ تبحث عن حالك تبحث عن آآ بالرغم من أنه كتير أشياء ممكن لات ما تكون بصالحك يا برج الجوزي عم يشوفك على أنه آآ آآ بتطلت جد الطاقة وتتفائل بالغد الجميل أوكي ويعني هذه الصفة جميلة جدا بالجوزي شخص بالرغم من كل الأشياء أو كل العتارات اللي بحييته بتكون شخص بيتفائل بالخير وبينظر بشكل إيجابي للأشياء آآ كذلك أنا عم شوف أنه في حب قوي بتحبوا لهالإنسان في نوع من الحب ممكن حتى أنت عم تنتظر هذا الشخص إذا كان مبتعد وما فيك أنا ما عم شوف في خصام بس عم شوف في نوع من الابتعاد كأنه أنت تعادت لشيء آآ يعني خليك أنه تبتعد عنه تشارك وكذلك عم شوف الشريك الآخر في شيء أو في سبب خلى هالإنسان يبتعد عنك لفترة ممكن ما يكون خصام بس في نوع من البعد آآ يعني آآ ليعمل أشياء كتير بحييته أوكي عم شوف في انتظار لإلك والاهتمام بالمجال العملي بالرغم من المجال العملي ما عم شوفه آآ يعطي نتائج جيد لإلك يا برج القوس يا برج جوزي سامحوني آآ كذلك الشريك الآخر آآ عندوني لأنه يرجع لإلك بس عم شوفه إذا كانت وما بتعدين على بعض ممكن ترجعوا بس ترجعوا آآ من بعد ما يحكي كلام آسي عليك يحكي يجرحك شوي لأنه عم شوفه متألم و وكأنه بده يعاطبك بده يعاطبك بس بقسوة بنوع من القسوة عم شوف كذلك على أنه الأوضاع المستقبلية كيف راح تكون عم شوف في نجاح إن شاء الله من بعد خسارة راح تتعرض لإلى أو أنت تمر بهذه الخسارة بتحس حالك في نوع حتى لو ما كانت خسارة ماتية أو أنت بتحس حالك بهذا الوقت في نوع من الخسارات سيران آآ آآ كيف ما كان يعني آآ آآ عم تحسوا بس عم شوف في نجاح لأنه هيدا كانت نجاح العملي ومشوف في نجاح عملي وحتى نجاح ممكن بمجال الحب إن شاء الله راح يكون خير لإلكونيا برج الجوزي الطاقة اللي عم تطلع عندي هي برج العقراب آآ برج العذراء آآ كذلك برج الحوت عم يطلع بس في أبراج المائية في الأبراج الترابية آآ والنارية كذلك آآ آآ الهوائي يومييييي term Energy وهي وماتي الأبراج الكتير بينهاء في الصوفة العاشيةemer العذراء الأبراج الدراويين للأبراج والس Rudolph بيه اكثر في نسبة كبيرة لهذه الثاقة لهذه الطاقة اما عن الناس العذاب الناس اللي ممكن ينتظروا شخص وما عمشوف بهذه اللحظة مشوف كانو كنت عم تحب شخص وهو حاليا مبتعد عنك بتفكر انو تبعت له مسج بتفكر انو تحكم معو اه لانو بس في نوع من هالكسرة قلب تبنعك يا برج الجوزاء كسر قلبك وراح اه وتركك بهذه الفترة اه برغم انو بتنتظر اه شخص وانت حاليا عازب عم تنتظر قدوم شخص جديد بس انت عم تفكر اكثر اه بشخص من الماضي اه في نوع من التفكير بشخص من الماضي المصيحة لالك همشوف انو في قدوم اشيء جميلة لالك يا عازب يعزب برج الجوزاء همشوف في تحقيق لاحلين كنتو عم تنتظروها اه بس ان شاء الله رح تكون عن قريب اه اشيء جميلة ممكن تكون بالمجال العملي وحتى بالمجال الحب انا عمشوف في نوع من العطاء في كتير امنيت تمنيتها يا برج الجوزاء خاصة للعزب اه بس عمشوفها رح تتحقق حتى الناس اللي كامر تبطين او حاليا منفصلين من فصال اه ام عمشوف هون اه كذلك رح يمروا من من ازمة حاليا عم يمروا فيها رح تنتهي ورح تبدأ اشيء جميلة ان شاء الله غالبا عم يطلع لي هون اه ورق الاطفال ممكن يكون اه في اطفال بينك وبين هذا الشريك ممكن هذا هو الخلاف بينك وبين الناس متزوجين اه وكذلك عم يطلع هون انه في موضوع صحي شاغل بالكم ممكن هذا هو مشكل اه في موضوع صحي اه كذلك بيقلك انه اه ان الحب او طاقة الحب اه اه رح رح تشفيك من اي شيء اه اه تريده اه لا تقلق اه فقط شعر بهذا الحب اللي يشفيك اوكي اه مش مش يعني هاد القراءة مش مجرد انه حب شخص او حب ممكن تحب حالك ممكن تحب امك ممكن هذا الطاقة للحب الجميل حب الاطفال كذلك تشافي من كل من كل الاشيء السلبية لانه طاقة الحب طاقة جميلة اه ممكن تستغلوها لتتشافى من كتير اشيء ما تفكروا بالاشيء السلبية هذه نصيحة للكم ولا كل الابراج انه ما تفكروا بشيء من السلبية فكروا بالاجابة لكي تتغير حياتكم للاجابة اوكي اه طاقة سلبية ما بتجيب الا سلبي وما بتجيب الا الا اشياء سلبية بالحياة لهيك حاولوا انه برغم انه الاشياء ممكن تكون مظلمة بحياتك تشوف النور من منه من بين هذه الضلمة بالحياة تشوف النور وان شاء الله ما يكون الا النور اه بتمنى لكم كل الخير يا برج روزي وبتمنى لكم اه شهر مبارك اه هذا الشهر يكون شهر خيرات عليكم وهيدا كل شيء